لم تنتهي الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي تأكيد أمريكي في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش الذي احتضنته الرياض وشارك فيه العراق رسالة عابرة للقارات تطلقها الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد الإرهاب والذي تأسس عام 2014 ويضم 85 عضوا يهدفون إلى إلحاق الهزيمة بالتنظيم في نهاية المطاف تحديدا في العراق وسوريا وزير الخارجية الأمريكية أعلن عن تخصيص 148 مليون و700 ألف دولار ضمن مساعي جمع 600 مليون دولار لتحقيق الاستقرار في سوريا والعراق العراق أكد من جهته اهتمام حكومته بضرورة إيجاد حل حقيقي لأزمة مخيم الهول ويحتجز عشرات ألاف الأشخاص بينهم أفراد عائلات تابعون للتنظيم من أكثر من 60 جنسية في مخيم الهول كما أفاد بإعادة حوالي 3000 مقاتل إرهابي عراقي محتجز في سوريا ونحو 1400 عائلة السعودية عززت مشاركتها بالتركيز على مواصلة الجهود لدعم التحالف الدولي ضد التنظيم وجميع أنشطته وتجفيف مصادر تمويله كما أشادت بجهود بغداد الحاسمة للقضاء على التنظيم مهم أن نؤكد مرة أخرى على ضرورة التزام المجتمع الدولي واطلاعه بأدواره في مواجهة تحديات المشتركة ومن أبرس الإرهاب والعمل على توفير البيئة الملائمة لأعودة النازحين في سوريا والعراق وإجراء الصحابة القضائية لمحاسبة الإرهابيين وعلى الرغم من المصالحة التاريخية التي جمعت الرياض وطهران على طاولة واحدة منذ سنوات طويلة إلا أن رسالة أمريكا عبر الاجتماع الوزاري كانت حاضرة من خلال تأكيد وزيرها أن إيران سبب في زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط من خلال ميليشيات مولية لها وهو ما يؤكده مراقبون من ناحية استمرار وجود لغة السلاح المنفلت في المنطقة والتي لا تنتهي إلا بالقضاء على الإرهاب بكل أشكاله ولو كان على شكل ميليشيات خارجة عن القانون في العراق والمنطقة العربية على وجه الخصوص